طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ إن شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم بشرح رواية جوزيف أندريوس رواية جوزيف أندريوس للكاتب هنري فليج طبعا هذا اسم الكاتب وهو هنري فريج طيب بالبداية الآن راح نبدي عن حياة الشاعر بس ناخد شوية هش مقدمة هنري فليج is English author هو مؤلف إنجليزي طبعا أيضا كان قاضي كان قاضي أيضا he was one of the great novelists وكان من أعظم كتاب القرن الثامن العشر قرن 18th century وكتب plays essays كتب أعمال كثيرة جدا منها مروايات مسرحيات وإلى آخرين طبعا a witty man with a passion for reform and justice كان رجلا ذكيا وكان لديه شغف بالإصلاح والعدالة طيب نبدأ نأخذ روايته طبعا هذا هو الكاتب اللي هو هنري فليج طبعا كان قاضي وكان كاتبا أيضا طيب رواية جوزيف أندريوس أو تاريخ مغامرات جوزيف أندريوس وصديقه إبراهيم آدماز أول رواية كاملة للكاتب الإنجليزي هنري فليج وهي أيضا من بين الروايات الأولى في اللغة الإنجليزية من أول الروايات ونشرت في عام 1742 وصنفها فليج على أنها قصة ملحمية كوميدية في النفر إنها قصة مغامرات الخادم الطيب في طريقه إلى البيت من لندن مع صديقه ومعلمه إبراهيم آدماز طبعا جوزيف أندريوس أكون ملاحظة مهمة هو اسم جوزيف طبعا اسم جوزيف مأخوذ من يوسف من النبي يوسف عليه السلام ويقول بأن يوسف هو الشخص اللي كان نزيه وشريف بالرغم من أنه الملكة أرادت تغوي إلا أنها مقدرت بسبب أخلاقه وحتى السيد إبراهيم آدماز يقال أن أحد الناس أو أحد الكتاب أخذ الاسم من سيدنا إبراهيم بأنه رجل دين ورجل محترم يعني وما إلى ذلك طيب وطبعا الرواية هي يعني تتكلم عن شخص اسمه جوزيف أندريوس إذا نلاحظ هذا الشكل هو جوزيف أندريوس هذا هو جوزيف أندريوس طبعا عدنا سيد ويلسون هو أبوه الحقيقي بعدين رح يكتشفه سيد ويلسون عدنا إبراهيم آدماز اللي هو ذكرنا براهام براسان آدماز اللي هو جاي من اسم سيدنا إبراهيم عليه السلام وعدنا الفتاة بوبي ليدي بوبي اللي هي هذه أيضا كانت امرأة غنية وكانت طبعا هي ترغب من جوزيف بالزواج طبعا عدنا أيضا فاني قادويل طبعا فاني قادويل هي حبيبة جوزيف أندريوس اللي راح يزوجها في نهاية الرواية السيد ويلسون طبعا هو أبوه الحقيقي أبو جوزيف أندريوس ولكن ما يعرفه لأنه يعني انضاع هو بسبب مشاكل عائلية جوزيف أندريوس وراح في رحلات عديدة جدا جوزيف أندريوس كان يشتغل عامل عدة سيدة بوبي هذه سيدة بوبي طبعا امرأة كانت ذات منصب وجمال ولكنها أرادت الزواج من جوزيف أندريوس بعد وفاة زوجها وحتى أنها أرادت منه أن يقيم علاقة معها لكن هو رفض هذا الشيء بسبب أخلاقه لأن ذكرنا بأنه قصة تشبه قصة يوسف عليه السلام مأخوذة من عنده وكذلك عندنا إبراهيم آدمانس هو رجل دين محترم مسيحي وكان دائما يساند جوزيف أندريوس في جميع الأحوال فانقادول هي امرأة أيضا فقيرة جدا مع جوزيف أيضا كان فقير جدا وكان هؤلاء الأشخاص هم نادرين وكانوا الأشخاص الأغنية تخيل أن الشخص الغني هو الشخص الإنسان السيء وهو الذي يعمل الأشياء السيئة وجوزيف أندريوس شخص فقير ولكنه محترم ومؤدب كذلك فانقادول امرأة فقيرة إلا أنها محترمة نبدأ الآن بأول شخصية وهي جوزيف أندريوس بالرغم من أن جوزيف أندريوس من طبقة متواضعة بسيطة هو مو من صاحب غني إلا أنه جوزيف كان وسيما لديه علم عند هاي مورال ستاندرد ولديه أيضا معايير الأخلاق عند أخلاق أيضا طبعا عند أخت الثانية اسمها باميلة أخت الثانية باميلة حاول التعدي عليها ولكنها مرضت أنه تخضع لهكذا أمور بل كانت محترمة وعفيفة وكان جوزيف يكتب لها دائما رسائل لأن جوزيف كان يعمل عند سيدة أخرى وهو هي كانت تعمل إلى سيدة آخر وكان جوزيف دائما ينصحها يقول لها يا بنت الحلال خليك محترمة مثلنا نحن صحيحنا فقرة ولكن نحن محترمين بعدين هي يعني بعد ما شافها سيدها محترمة رفض أنه يعني يعتدي عليها وقال خلاص أنا راح أتزوجها وتزوجها طبعا طبعا هي تزوجت بالغصب ولكنها رضت أن تتزوج ولا أنه هي يكون عليها خلينا نقول سمعة سيئة ملاحظات أولا كانوا يسمونه جوزيف كان يسمونه جوي يدلعونه اسم الدلع مالته جوي شون محمد حمودي علي علاوي يدلعونه اسم جوي فحتى النسوان كان يسمونه لأنه كان محبوب النساء كلها في تلك الرواية اسم الدلع مالته جوي طبعا اسمه باللغة العربية يوسف وعادي إحنا مرات نكتبه يوسف ومرات نكتبه جوزيف نفس الشي لأنه أصلا مأخوذ من الاسم من النبي يوسف عليه السلام يعني اقتباس وليس إنه نفس القصة اقتباس إنه نفس الفكرة عدنا إبراهيم آدماز طبعا آدماز كليرجيمان هو رجل دين كان يتعلم اللاتينية والأغريقية كان محترم أيضا وكان هو رجل ديني يعني كان يعلم بالكنيسة شون احنا عنده شيخ جامعي يعلم بالجامع بنفس الحالة رجل فقير يعني ما عنده كلاوات وهي السؤال شخص فقير جدا لأنه يأخذ جوزيف أندريس على أبراشنور أبراشنور اللي هي الأبراشية الأبراشية هي أصغر وحدة في نظام الكنيسة يعني شلون شون يعني دورة القرآن لما بدون تشبيه لما مثال تضرب ولا تقاس طبعا هو أبرام أدمس كان صديقا جدا لجوزيف كان صديقا جدا وكان يعلم الأمور الدين في الكنيسة خلال لأنه كان مشترك بالأبراشية الأبراشية هي نظام أصغر وحدة نظام في الكنيسة شون نقول يعني دورة 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 مشترك بدورة لتعليم القرآن والدين نفس الحالة أيضا هذا وكان مشترك في الكنيسة وكان يتعلم من سيده إبراهيم أدمس جوزيف كان يعني بارسان أدمس أبراهام بارسان إبراهام بارسان اسمه إبراهام أبراهام بارسان أو أدمس نفس الاسم هذا الشخص كان رجل دين هو كان تيتشر طيب عدنا فاني قادور طبعا فاني قادور is a humble but beautiful man who is engaged by two جوزيف فاني قادور هي خادمة متواضح ولكنها محترمة جدا جميلة جدا وخطابها جوزيف وكان جدا يحبها طبعا يتيمة هي she was orphan who has been brought up to booby estate but the recent past was fired by Mr. Sublissou طيب هون عدنا في سيدة أخرى سبلسو طيب خلينا ما نروح بالصورة بعيد الآن نحن نتكلم عن فاني قادور فاني قادور هي خادمة تمام؟ حلو جوزيف هو أيضا خادم حلو هذول يحبون بعض هذول اثنين ثم من يشتغلون كانوا يشتغلون عند امرأة اسمها بوبي اللي هي الليدي او السيدة بوبي هاي السيدة بوبي واحدة امرأة ذات مصاري وكذا وفلوس وكذا وهي نفسها السيدة وكانت عندها خادم هو الخادم هو جوزيف هذا جوزيف هي كانت معجبة به معجبة به بعد وفاة زوجها ان جوزيف قد اصيب على يد لصوص طبعا بعدين جوزيف طبعا بعدين راح يصير بي يعني احنا بس صراحة بس اريد اوضح الفكرة القصة بالعربي حتى تفتهم الفكرة نفتهم الفكرة حتى من نقرأ بالانجليزي يصير المعنى واضح اه اه هي واشي 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 طبعا الآن شوزينا اه طبعا مني هي سيدة سبلوسوف امرأة سيدة الخدم سيدة الخدم وعدم سيدة بوبي بوبي اللي هي الغنية التي تسكن في في قصر وعدها خدم وحشم وفلوس وإلى آخره وقلنا نفسها كانت تحب جوزيف وسيدة سبلسوب هي خادمة عدوم يعني سيدة سبلسوب هي أعلى من عدوم طبعا سبلسوب سيدة سبلسوب was a funny learns that جوزيف has been injured by ربع طبعا هسا نعرف بعدين ليش أن سبلسوب احتردت فاني قدوة حلو الآن يقول لك فاني learns that جوزيف has been injured by ربع طبعا بعدين بالقصة سنرى جوزيف سيتعرضوا للصوص من كان راجع بالطريق وهي تعرف السيدة الخادمة فاني قدويل اللي هي يحبها جوزيف وتترك كل شي وتعوف كل شي وتعوف الشغل وتروح على جوزيف تبحث عنه وأيضا فاني قلنا عليها هي مثال جيد وكانت محترمة فاني is she leaves her post تركت عملها ليش قلنا هذا الجواب جواب لأنها راح تبحث عن عن حبيبها جوزيف فاني is رسكيود from brave attempt طبعا فاني قدويل طبعا فاني قدويل هي راحت كانت متجهة تبحث عن جوزيف ايضا نقذها سيد براسان ادمز لأنه هو يمثل سيدنا اندرياس وليها كانت تلاحظ من كان جوزيف اندرياس عمره 17 18 and makes him her footman طبعا فوتمان معناها مساعد شخصي وخادم طبعا هي خلتها خادم إلها وخلتها مساعد شخصي إلها لأن عجبها كان جدا محترم وجميل ومرتم when her husband died عندما توفى تزوجها جوزيف كان عمره 21 she attempt to seduce him with no successes and throws him out of her house and remove him from his past جوزيف لوتينس طبعا هو من طردت تهيئ برجع عافي الشغل ورجع إلها المنت راح على فاني قادول بالطريق تعرضوا للصوص بالطريق تعرضوا للصوص و سرقوا وكل شيء من عندما جوزيف returned to her preparing mary فاني قادول جوزيف برجع جوزيف برجع جوزيف حتى انه بعدين حاولت انه تعتقله لانه هي عادها سلطة فجابت محامي وقالت له لفق لي جريمة على هذا جوزيف اندرياس واسجنه انا ما اريدهم يتزوجون لان هذا انا ريد انا ريد ازوجها بعد ما اطردت فا ايغا ما عافدت طبعا هذه الامرأة هي كانت جدا معجبة ومحبة جدا لجوزيف ولكن جوزيف كان رافض انه يخضع الها ويلبي طلباتها فهي شعرت نفسها شعرت بالاهانة طبعا هاي الامرأة فاني قادول هي شريرة وهي مثال للغطرسة والتكبر والانانية وعدم ضبط النفس وعدم ضبط النفس وهذا مثال على انه انه الشاعر يريد يوضح الكاتب يريد يوضح انه بانه اشخاص الاغنية دائما هم اشخاص سيئين مو قاعدة ولكن في غالب الامر وان الشخص المحترم حتى لو كان فقير هو محترم فاذا اللي راد يقوله الكاتب السيد ويلسون ذكرنا من هو السيد ويلسون السيد ويلسون هو جنتلمان رجل اعمال اعمال محترم مو رجل اعمال هو رجل نبيل والتقى السيد السيد جوزيف سيدا ويلسون يجب أن يتعلم أن جوزيف بيرسون أدمينز وفنكدول يجب أن يتعلم أن جوزيف بيرسون أدمينز وفنكدول وهو رجل محترم وهو راح يستضيف سيد بيرسون أدمينز من كان وهم ذاهبين بالطريق وبعدين يكتشفون بأنه هو والد جوزيف الحقيقي لأنه والده الحقيقي عندنا سير توماس بوبي طبعا قبل قليل نخذنا بوبي اللي هي الامرأة الآن سيد بوبي يعني الآن هم طبعا دائما أنا أقولها دائما الثقافة الأجنبية الثقافة الإنجليزية إذا واحد تزوج ابنية يسمونها باسم زوج يعني إذا شونها صحة مثلا يقول واحد اسمها مثلا واحد اسمها سلمان تزوج امرأة اسمها أحلام رح يصيحون لهم اثنيناتهم سلمان السيدة سلمان والرجل سلمان فالآن من هو توماس بوبي هو زوج السيدة بوبي يعني اثنيناتهم نفس الاسم نعم اثنيناتهم نفس الاسم من يقولون السيدة بوبي أو السيد بوبي نفس الاسم من يقولون السيدة يعني زوجته من يقول السيد يعني هو الزوج فيسمونا باسم الزوج دائما كذلك عندنا سيدة سبلسوب من هي السبلسوب طبعا هذه الامرأة هي كبيرة الخدم مثل ما ذكرنا أبر سيربنت كانت هذه الامرأة كانت في إسرة السيد بوبي سيدة بوبي اللي قلنا عليها مالكة وكذا طبعا هذه أيضا كانت تحب جوزيف وترغب بجوزيف لكن جوزيف لا رأيها اهتمام هي امرأة شبيرة ويعني شبيرة بالعمرأ عجوز سنشوف صورته طيب نيجي الان الى باونز طبعا باونز يعني هذا الشخص سيقرض المال للخدم الآخرين وكان ايضا شخص عنده فلوز يقرضهم ولكن هو يعني ينطيهم فائدة وكان صعب وياهم هو لانس مالكة لأخر سيربنت و يعني كان هو شخص كان عنده فلوس ويداين فلوس وياخذ بدالهم فائدة يعني يشتغل بالربن يشتغل بالربن السيد مستر بوبي الآن مستر بوبي ذنيفو أفسير توماس الآن بوبي هذا اسم آخر بوبي من هو بوبي هذا اسم شخص شاب هذا يصير ابن أخ أخ توماس ابن أخ توماس وهذا الشخص هو هذا الشخص اللي كان يعتدي على باميليا اللي هي أخذ جوزيف وبالأخير تزوجه تزوجه يعني الآن من هو من هو هذا الشخص هذا الشخص هو أخ بوبي هو ابن أخ السيدة بوبي وكان أيضا غني وحاول التعدي على باميليا ولكنها لم تقبل بذلك ورضت أن تكون زوجة اللي هو فتزوجها حتى الناس قامت تعيشين تزوج خادم لأنتك وسوى كان عبايا لش حبا لأنها جميلة ومحترمة جدا مثل جوزيف أخوه طبعا الآن عندنا باميليا باميليا من هي باميليا أندريس هي أخ جوزيف and beautiful sister from drive inspiration of resistance of lady boby sexual advances طبعا أيضا هي أخ وكانت أخ جوزيف وكانت جوزيف جوزيف كان دائما كان يشجعها قل لأخليج محترما حتى لو كنتي فقيرة فهي أيضا كانت كذلك وكانت متقبل بالأمور الغير محترمة السيدة أندريس هو طبعا أب جوزيف ولكن مو الحقيقي كما معروف بعدين راح تكتشفون أنه مو الحقيقي السيدة أندريس the mother of family هي أم جوزيف أم باميليا أو أم جوزيف وأندريس ولكن هما مو حقيقي السيد أندريس وأندريس نفس الحالة ذكرنا أنه أندريس هو الأم للأب تو رافنس طبعا قطاع الطرق ذول الاثنين اللي هم راح يعتدون على على يعتدون على جوزيف يأخذون من عنده فلوس وحتى يأخذون من عنده ملابس عندنا السيد تاوز سيد تاوز يعني هو شخص كان شخص كان عنده بيت صغير وهذا الشخص راح يساعد جوزيف ولكنه ما يقدر يساعد يحاول يساعد جوزيف ولكنه ما يقدر يساعد بسبب أنه زوجته ما تقبل زوجته كانت كلش خبيثة أو خلينا نقول أيضا كانت يعني بخيدة المستر أوف إن وير جوزيف برود طبعا جوزيف مذكرنا بينه راح تعرض للضرب بسبب اللصوص بعدين تلقي قافل اللي بيش هر تأخذه وتودع على بيت من هذا البيت اللي هو سيد تاوز راح ناخذ القصة إن شاء الله ويتمصل بس اللي نعرف أنه سيد تاوز هو الشخص الذي كان لديه منزل والذي سكن فيه جوزيف زوجة تاوز هي الملك تو ووز زوجة المقتصدة اللي هي كانت بخيلة جدا واللي راح تطرد جوزيف وما تقبل أنه بتي طبعا هي خادمة عدوان عدسي تاوز تاو ووز تاو ووز نفس الشي تاو ووز طبعا هذي الفتاة حاولت أنه تنقذ جوزيف وساعدتها شوية she was scared of جوزيف this be speaks her basic good nature طبعا هذي الفتاة هي فتاة جيدة محترمة نوعا ما ولكن أيضا أيضا راح نكتشف أنه تحب جوزيف وترغب جوزيف ولكن جوزيف ما يقبل يعني هي الرواية كلية عبارة على أنه شخص عنده محترم عنده خلاق وجميل وأكو بعض الفتيات تتقرب من عنده وتقترب علي ولكن هو يرفض هذا الشي عندنا أيضا السيرجن اللي هو الجراح اللي هو الشخص اللي راح يجيبونا على جوزيف حتى يعاجونا جوزيف and sustained during his attack by reference من التعرض للهجوم راح يساعد بوكس سيلر باع الكتب هو الذي رفض تمثيل السيد آدماز هذا الشخص طبعا راع الكتب اللي قال أنا بالنسبة لي ما لعلاقة بسيد إبراهام آدماز يعني تخلى عنا بعد ما عندنا شخصيات هنا مهم كل بعد عندنا من سبورتمان الرياضي هذا شخص راح هذا شخص أيضا يحاول يعتدي على أحد الفتيات ولكن يعني راح يتم إنقاذها بسبب آدماز كذلك عندنا الجستس العدالة أو اللي هو القاضي عفوا اللي هو القاضي المحلي اللي هو ما يهتم بالقانون who does not take care of responsibilities or seriously he hands طبعا مره من المرات أيضا مستر آدماز راح يغلق ابنه وهو راح يساعد هذا المتجول كابتن son of the secure friends abducts funny on the secure others bought himself taken by prisoners by servant of lady boobie boobie الكابتن هو واحد أصدقاء secure راح يحاول يخطف Fanny بسبب بسبب أنه بوبي قلت له وبعدين ما راح يقدر يسوي شيء بعد هنا ما عندنا فالأشياء ذول كلهم راح ناخذهم إن شاء الله بالقصة طبعا هذه الشخصيات جدا جدا مهمة حاول نطلع عليها ونعرفها هذه الصور أيضا هذا جوزيف أندرياس شوف هنا شكل بسيط هذه سبلسوب شوف 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 ما مشاعرك اهتجاه هذه الآن هذا هو لو طلبت منك تقبيلي هذه بوبي هذه بوبي الآن اس اللي عندها فلوس وهو خادمه شوف هنا طبعا شوف هنا جوزيف كان بالريف بعدين انتقل للمدينة شوف شكلها تغير الآن تقول ماذا لو طلبت منك تقبيلي هو شي يقول لها سأفضل الموت سيدتي قال لها اختار الموت وما اقبل لا ارضى اقبل بعدين هنا تقول انت مطرود اللي هي السيدة هنا رح يشرد منعدها رح يلتقي لصوص علي قطلونه قطلونه يحاولون يضربونه يصرخون من عنده هنا رح تجي العربة هاي العربة هاي الامرأة اللي تقول مارد اشي لها لا تشرونه هذا هذا خادم مارد اشي لها متقبل بعدين واحد يساعد هذا الاشخاص اللي يعطيه معطف من عنده طبعا هذا الان هو هاي صورة الان بس أنا مخفيها لانه شوية ملابسة غير محترمة احترام لذب العام هذا هو الشخص يحاول يعطي المعطف مالته هاي هاي الفتاة بيتي اللي تحاول تنقذه وقلنا هي حانقذتها وعدين ولكن ترغب به الان هاي سيدة تاوز تاوز اللي تقل زوجها تقل لا تساعد لا تساعد احنا ما عدنا فلوس الان هذا 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 الشخص هذا هو خطيب باميليا زوج باميليا وهذا راح يقل لهم بانه ابراهيم آدمانس هذا خوش رجال هذا هي فان قدول طبعا راح يعتقلون هم بعدين بالرواية وهذا راح يقل هذا خوش ناس هذا السبع شلن هذا راح يساعد هم راح يساعد ساعد ابراهيم آدمانس هذا هو المتجول نقعد ايضا اسئلة محلولة جوزيف اندريوس كان رجل جميل جدا هو باتلز نعم هذا جواب صحيح يقول اندريوس هو الاب الحقيقي لجوزيف الجواب غلط ابو الحقيقي مو جوزيف ابو الحقيقي مستر ويلسون ايضا عدنا عشر اسئلة هنا اختيار اختيار نحاول نقرأ نقطع عليهم كذلك عدنا هنا ايضا فراغ 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 هوريشو هو السوطر يعني هذي الاحداث رح نفهم يوم بعد يوم بعد ما نقرأ الرواية اكثر واكثر والاسئلة ايضا موجودة اجوبتها قدام هنا ايضا فراغ قائمة AUB ونربط هن طبعا الحلول هذا موجودة دي جوه موجودة الحلول كلها طبعا هاي شخصيات بالتفصيل الممل والشرح الممل والآن هذا هو الشابتر الاول ان شاء الله ناخذه في درس اخر